بات انقطاع الانترنت في العراق مقترنا بشكل مستمر بامتحانات الصفوف المنتهية فما إن تبدأ هذه الامتحانات حتى تبدأ معها أزمة غياب خدمة الانترنت في ساعات الصباح ما يضع جملة من الأسئلة بشأن إدارة العملية التعليمية في ظل تطور تكنولوجيا الاتصالات وتدخلها في تفاصيل الحياة اليومية لتصبح حاجة ملحة مشرفون تربويون أكدوا أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بحماية أسئلة الامتحانات تؤثر بشكل كبير في قطاعات كثيرة بالعراق وتحديدا الشركات الأهلية وهو إجراء لا يمنع تسريب الأسئلة لأن حالات التسريب التي حدثت في الأعوام الماضية سبقها أيضا قطع خدمة الانترنت قبل نحو 24 ساعة من موعد الامتحان كما إن معالجة هذه المشكلة تكون من خلال العثور على الجهات التي تقوم بسرقة الأسئلة وتسريبها والتي لها ارتباطات داخل وزارة التربية المعالجات الحكومية تأتي دائما لتضيف مشكلة جديدة بدلا من حل المشكلة فتوقف مصالح الناس وتعثر العديد من الأعمال التي تعتمد على خدمة الانترنت يتسبب بخسائر مالية كبيرة حيث تؤكد إحصائيات شركات متخصصة أن خسائر العراق من قطع الانترنت بلغت مليارين وخمسمائة مليون دولار حتى نهاية عام 2019 والحصيلة في ازدياد وزارة التربية التي توجه لها أصابع الاتهام بالفشل في إدارة الامتحانات بعيدا عن تسريب الأسئلة وإيقاف عجلة الحياة أعلنت عن تجربة جديدة لنقل الأسئلة من خلال البرامج المؤمنة إلكترونيا وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الدور الثاني للدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 في عدد من المراكز الامتحانية التابعة لمديريات التربية في بغداد تمت نجاح شكرا جزيلا شكرا جزيلا تكرار تسرب أسئلة الامتحانات دفع وزارة التربية إلى البحث عن أي مخرج لها من الحرج المتكرر والانتقادات التي تتعرض لها ما بين قطع خدمة الانترنت أو تأجيل موعد الامتحانات الأمر الذي سبب مزيدا من الإرباك للعملية التعليمية التي تعاني من تدهور غير مسبوق على جميع الأصعيدة ترجمة نانسي قنقر